سلام عليكم ورحمة الله اخواني لا فاضل اينما كنتم خياكم الله نحن اليوم ستة نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وهو يوم اثنين والساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي اليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر التيك توك ازل في لون اخواني عبر اليوتيوب وعبر التيك توك لان جماعة الفيسبوك ما زالوا يمنعوننا من اللايب على الفيسبوك والفيسبوك ومع انستجرام ومع هواتساف وكل ادوات المرتبطة بالفيسبوك او بميتا كما تسمى شركة اصبحت في خدمة الكيان السهيوني مباشرة واصبحت تضيق على كل من يقول كلمة حرة كل من يقول الحقيقة كل من يختلف مع الاطروحات المخادعة والكاذبة التي تنشرها الدعاية السهيونية وابواقها المرتبطة بها في الغرب او حتى في بعض البلدان والاخرى اذا الفيسبوك قمع بشدة قمع في البداية الفلسطينيين قمعنا نحن ايضا كجزائريين لكن نحن لم يقمعنا لانه موالي لعصابة تبون وشنغريحة وجبار مهنة والبقية كلها انما لانه تلقى منافع ويبدو انها منافع كبيرة جدا يوما ما قد نضع تفاصيلها باذن الله عندما تكتمل لدينا الصورة كاملة اما بالنسبة للفلسطينيين الذي كان يقمحهم حتى قبل هذه الاحداث فلأسباب ايديولوجية واسباب ارتباط مالك الفيسبوك بالكيان السهيوني ودعم المطلق له مارك زيكربيرج سهيوني كبير ربما الان يعتبر حتى من قادتهم يعني مع ذلك فان الفلسطينيين وانصار الحق والحقيقة اينما كان يستمرهم يستمرهم عبر مواقع اخرى كثيرة جدا وهذه المواقع فيها اشكالات بعض الاشكالات لكن ليست للحد الذي وصل عليه الفيسبوك اللي وصل في واتساب لا درجة ان يقلب الحقائق بحيث يصور الاطفال القتلى الصهاينة بانهم يرعون الاطفال ويلعبون مع الاطفال ويصور الاخرين بالعكس وهو عكس الحقيقة لكن هذا تاريخيا هكذا كان فالملأ كما يطلق عليهم القرآن الوصف احيانا المترفين المستفيدين من الاوضاع اصحاب المليارديرات لا يريدون لهذا العالم ان يتغير الا استثناء ان تجد واحد من هؤلاء الاغنياء جدا الاثرياء جدا اصحاب الشركات العالمية التي تجده قليل جدا منهم تجده مع الحق البعض منهم يقبل ان يسمع الرأي الاخر او يعطي حتى حق للناس في حريط التعبير لكن واحد مثل هذا مالك الفيسبوك في الحقيقة يتجاوز كل الحدود فقد قمع تقريبا 95% اذا ما قلت 99% او 100% الصفحات على انستغرام وعلى فيسبوك التي تريد للعالم ان يرى الحقيقة كما هي وليس كما تنشرها الدعاية الصهيونية نستمر اذا هنا ما دام هذا ايضا ممكن الى غاية ما تفتح ربما مواقع اخرى ربما المرات القادمة قد تكون عن طريق تليجرام او عن طريق تويتر ايضا نستبدل به الفيسبوك في الايام القادمة تستمر لليوم الواحد الثلاثين اليوم اكتمل اليوم الواحد الثلاثين تستمر المجاز الصهيونية بشكل غير مسبوق فقد كانت ليلة البارحة غير مسبوقة والليلة التي سبقتها كانت غير مسبوقة بالنسبة للأيام اللي قبلها وتقريبا في هذه العشرة أيام الاخيرة كل ليلة هي ابشع من سابقتها ووصلنا إلى ليلة البارحة حيث يعتقد أن أكثر من ألف إنسان أكثر من أربعين بالمئة منهم أطفال إما قتلوا أو جرحوا هذا الحد الأدنى في الحقيقة بعض المصادر تتحدث أنه لا يعرف إطلاقا العدد لأنه في إحدى الشوارع فقط واللي سمحت بيها الكيان الصهيوني سمح للناس أن يمروا بيها في غزة المدينة وكانوا بيش يقطعوا إلى الجنوب كما أمرهم كان هناك عشرات الجثث عشرات الجثث وهذا اليوم فقد كانت هناك مجازر سواء في المغازي أو في حي الزيتون أو في الشجاعية أو في وحتى المستشفيات فقد استمروا في ضرب المستشفيات وكان أمس ضربا مستمرا إلى درجة أن الصحة العالمية تكلمت على أن أكثر من مركز صحي أكثر من مئة مركز صحي بما فيهم مستشفيات كبرى تعرضت للقصف بشكل أو بآخر منذ سبع أكتوبر وأن ضرب المستشفيات يتعظم فقد قصفوا أمس المستشفى الوحيد للأمراض النفسية كما قصفوا مستشفى خاص بالأطفال قصفوا المستشفيات مباشرة وقصفوا إحدى طوابق مستشفى الشفاء وهو أكبر مستشفى في القطاع كل ويقصفون المستشفيات أو بجوار المستشفيات داخل المستشفيات هناك الجرحة والمرضى وهناك أيضا آلاف الناس الهاربين فقد التجأوا للمستشفيات لأن المستشفيات يحرم القانون الدولي والشرائع الدولية تحرم المساس بها تحت أي تبرير كان طبعا صهاينا اليوم يخرجون بتبريراتهم من أن المقاومة توجد لها مكاتب ومراكز وأنهم أنفاق تحت المستشفيات أمس كانوا قادة المقاومة السياسيين استمعتنا لأحدهم كان يتكلم من تقد أنه سامة حمدان كان يتكلم من لبنان قال نحن نتحداهم وندعو الأمم المتحدة أن تحقق في ذلك وأيضا مسؤولي المستشفيات وقطاع الصحة في غزة قالوا نحن هذه المستشفيات مفتوحة لأي جهة عالمية تريد أن تحقق مما يعني أنهم وضعوهم أمام حرج حقيقي أنه إذا كانت تعالوا حققوا وشوفوا إذا فيها بالفعل مراكز للمسلحين أو للمقاومة أو سميهم ماشيت أو ما فيهاش فالحقيقة الكائل الإسرائيلي يتعمى ضرب المستشفيات لأنه يسعى إلى هدف استراتيجي وهو التهجير الفلسطينيين فإذا ما قمت بتدمير المستشفيات فإن الناس لا تستطيع أن تعيش في مكان لا يوجد في مستشفيات وإذا أكملت ذلك بتدمير المدارس وهم يفعلون فالأنر ووحدها قالت أن خمسين مدرسة ومنشأة تابعة لها وهذه الخمسين مدرسة ومنشأة تقديرات منها تحمل سبعمائة ألف لاجئ تم ضربها وأحيانا تدميرها نهائيا طبعا دمروا عشرات المساجد تدميرا هائلا تدميرا نهائيا وعشرات المساجد دمرت جزئيا ضربوا الكنائس أيضا دمروا ثلاث كنائس وزادوا في استهداف المخابز فقد أكملوا اليوم على إخراج تقريبا كل المخابز اللي في القطاع تم إخراجها من الخدمة يقصفون المخابز قصفوا أيضا هذه اليومين الماضيين واليوم أيضا قصفوا بعض مراكز المياه أو أين توجد مياه لشاتو دو كما يسمى عندنا تم تدميرهم من أجل تعطيش الناس وبالفعل كثيرين لا يجدون ماء يشربونه وعندما ذهب بعضهم إلى البحر ليشرب منه أو ليغتسل به فقد قصفتهم طائرات الصهاينة أمس قصفا رهيبا كل الذين ينظرون إلى هذا الواقع خاصة في المنظمات الأممية وفي المنظمات الحقوقية وفي المنظمات الإنسانية يقولون أن ما يحدث في غزة غير مسبوق قارج اليوم الأمين العام للأمم المتحدة ليقول إن غزة قد أصبحت مقبرة للأطفال نعم يقترب عدد الأطفال القتلى من الخمسة آلاف خمسة آلاف يقترب من الخمسة آلاف إذا أضيف لهم أولئك الذين يوجدون تحت الأنقاض والبعض يقول أنه في الحقيقة يقترب من ستة آلاف لأنه لا يعرف الحد حقيقة كم هم تحت الأنقاض لكن الأكيد أن فيهم أكثر من ألف طفل أسر كاملة أحيانا أخرجت من السجل المدني قتلت تماما فالفلسطينيين بطبيعة الحال كما هي أحوالنا كلنا أسر مرترابطة ومرتبطة ببعضها البعض ولجأوا إلى بعضهم البعض خاصة اللي كانوا في شمال وتم تهجيرهم أكثر من مليون واربعمائة ألف فلسطيني تم تهجيرهم من مناطقهم الشمال إلى الجنوب إلى جنوب قطاع غزة الذي هو في الحقيقة أكبر كثافة سكانية في العالم توجد في قطاع غزة شديد الاكتظار 360 كيلومتر مربع فيها أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر ومحاصر منذ 16 عام ومحتل منذ 75 عام إذن يستمر هذا الدمار ضرب المستشفيات ضرب المدارس ضرب المخابز ضرب الطرقات ضرب العمارات ضرب المساجد ضرب الكنائس ضرب كل شيء يتحرك في غزة قتل الإنسان ويركزون على قتل الأطفال استعجب الناس أمس عندما خرجت وثيقة من أكثر من مئة طبيب صهيوني يدعمون قيادتهم قيادتهم العسكرية في ضرب المستشفيات كانت شيء غير منتظر كيف لأطباء يساندون تدمير المستشفيات وهم المفروض أنهم يعالجون ولا يقتلون في الحقيقة نتنياهو راح يبحث في الطورات إذا ما يجد مسببات ومسوغات نحن نعرف أن الطورات يقول عليها ربنا أن فيها نورا وهدى لبني إسرائيل فيستحيل أن يكون فيها الأكاذيب والخزعبلات التي نطقها نتنياهو وينطقونها كثير من المتطرفين الدينيين هناك الحمد لله أن المتدينين هناك ليسوا سواء فبعضهم يرفض إطلاقا ما يحدث بل أن بعضهم يرفض إطلاقا إسرائيل كدولة ويقولون إن هذه مؤامرة غربية علينا وأن الرب أمرنا بأن لا تكون لنا دولة إطلاقا لأنه عندما تكون لنا دولة سيتم تدميرنا وهذا موجود في كتبنا طبعا كتبهم نحن أخبرنا القرآن الكريم أنها حرفت ولذلك لا يعقل أن يكون في الطورات نصوص تقول اقتلوهم جميعا نقتلوا نساءهم ورجالهم وأطفالهم وهذه الذي يستند إليها نتنياهو وتستند إليها بعض الأطراف المتطرفة برغم أن نتنياهو ليس متدين إطلاقا فهو علمانيا وربما ملحدا ولكن بغض النظر فهو يعود إلى النصوص الدينية لعله يتلاعب ببعض الشعور ببعض الشعور لكن نحن على يقين أن الطورات الحقيقية لم ينزل فيها قتل بهذه الطريقة ولا بهذه ونحن نعرف ونعلم يقينا أن شرائع التي أنزلت هي تقريبا متشابهة جدا فما لا يعقل أن يوجد في الطورات ما ينسبونها لها اللهم إلا المحرف منها مع ذلك فإن الغرب العلماني للحادي في كثير من جوانب وليس فقط علماني يدعم هذا الجنون دعما غير مسبوك صحيح أن هذا الدعم بدأ يخف صحيح أنها بدأت أصوات داخل الغرب تنتقد تعترب تستغرب لكن ما زال الخط العام هو اقتلوهم كما قال اليوم المتحدث باسم البيت الأبيض قال إننا طلبنا من إسرائيل أن تخفف من قتل المدنيين عليها بأن تسرع بأن تقوم بسرعة وبحماس قتلا مميتا للمقاومين بدأت الولايات المتحدة تشعر بالضغط العالمي وليس ضغطا رسميا فقط وإنما ضغطا شعبيا فالولايات المتحدة تشهد مظاهرات كما لم تشهدها منذ حرب الفيتنام منذ ما يقارب الخمسين عام لم تشهد الولايات المتحدة أو يزيد لأن مظاهرات الفيتنام بدأت في منتصف الستينات ولم تتوقف إلا مع نهاية الحرب الخمسة وسبعين لم تشهد الولايات المتحدة مظاهرات مشابهة البعض يقولون أن في بعض المدن هذه المظاهرات غير مسبوقة إطلاقة في الولايات المتحدة واشنطن وحدها خرر فيها أول أمس أكثر من ثلاثمائة ألف واشنطن دي سي هي مدينة ليست بالكبيرة هي مدينة صغيرة يعني مقارنة مع نيويورك مثلاً أو مع لوس أنجلس أو مع مدن أخرى مع ذلك خرجوا فيها ما يقارب ثلاثمائة ألف وهذا كان شيء مهول في الولايات المتحدة إنما يخرج اليوم من شعوب الغرب أساساً بما فيهم المسلمين لم يسبق له مثيل في الخرب ربما معد بريطانيا التي شهدت مظاهرات كبرى ضد حرب العراق في 2003 فإن كثير من الدول الغربية تخرج فيها اليوم مظاهرات لم يسبق لها أن خرجت في هذه المظاهرات إذن المظاهرات في أستراليا كما في اليابان وفي كوريا الجنوبية كما في نيوزيلندا هذه أطراف الأرض ولكن أيضا في تقريبا كل العواصم الأوروبية وكثير من المدن الأوروبية وفي كثير من المدن الأمريكية بما فيها واشنطن هذا كل يضغط على القوى الغربية التي تتوسل الآن للأمريكان لكي يضغطوا على إسرائيل لكي تقبل بهدى إنسانية دي بوز كما سماهم الإسلاموفوب ماكرون يطلبون الآن هدى هدى إنسانية على الأقل لأن العالم ضج وانزعج وغضب بشدة وله الحق في ذلك وهو يرى آلاف الأطفال خاصة الأطفال إن البروباغندا التي بنيت عليها أو بنت عليها الصهيونية سبع أكتوبر هو أنه في سبع أكتوبر أقدم الفلسطينيون أقدم الإرهابيون الفلسطينيون كما سموهم على قتل المئات من المدنيين وأكثرهم أطفال وأنهم قطعوا رؤوس الأطفال إلى درجة أن بايدن خرج يردد ذلك وقال أن هذا جعله يذهب إلى دعم إسرائيل بلا حدود دعما غير مسبوق تضح فيما بعد أنها كانت كذبة من عند نتنياهو الكذبون شبيه بما عندنا ناحن في الحقيقة تضعت أنها كانت كذبة كبيرة وأنهم لم يجدوا رأس طفل واحد ولم يظهروا رأس طفل واحد أعدموه من سموهم بالإرهابيين لكن الغرب كان يحتاج لدعاية مثل ذلك فملأت الأسبوع الأول ملئة التلفزيونات الغربية بروايات أكثرها كاذب أكثرها ليس صحيح لكن الآن الموضوع ينقلب لأن تبريراتهم في دعم الصهاينة كان أن أولئك الفلسطينيون الإرهابيون قاتلوا الأطفال يتضح الآن أنهم حتى ولو افترضنا أنه كان قتلا بالمئات فالآن الصهاينة قتلوا بالآلاف مع أنه ليس صحيح ولم تقدم لم يقدم الكائن الإسرائيلي حتى أسماء خمسين طفل ليقول أنهم قتلوا هناك أنا قلتها ولن أتردد في أن أكررها عشرات المرات أنا شخصيا وأعتقد أن هذا موقف يشترك فيه الأغلبية الغالبة من بني البشر يعترض على قتل المدنيين وفق أي تبرير أو تفسير في أي زمان أو مكان لكن يجب أن يكون الاعتراض على قتل كل المدنيين وليس على هذه الطريقة التي تتم في الغرب وهو أنهم يغضبون لقتل المدنيين الإسرائيليين ولا يغضبون لقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين هذا غير منطقي هذا غير إنساني هذا بشع يجب عدم التفريق بين إدانة من يقتل المدنيين في أي زمان في أي مكان تحت أي تبرير وإلا فهي تصبح وكأن البشر ليس بشر أو ربما في الحقيقة قد تبنوا ما قاله وزير نسمى بوزير الدفاع الصهيوني من أن الفلسطينيين حيوانات بشرية كما يطلق عليها الحيوانة عندما تقدم خصمك على أنه حيوان فأنت تبرر فيما بعد لكل الكوارث والجرائم والبشعات والفضاعات التي ستقدم عليها عندما خرج هذا الوزير الإجرامي مجرم الحرب ومجرم ضد الإنسانية يقينا وقال أن الفلسطينيين حيوانات بشرية وسنقطع عليهم الماء والكهرباء والغاز والوقود وكل شيء وقد فعل أو قل قد فعلوا تبنت كبريات الحكومات الغربية خاصة على استثناءات قليلة مثل إيرلندا سبانيا ونرويج على سبيل المثال وحتى بلد مثل بلدان صغيرة رفضت هذا لكن أكثرية الدول الغربية تبنت هذا الطرح ومضت فيه وراحة ما يسمى بزعمال عالم الحر بداية من بايدن وليس انتهاء بالأهبل كما يطلقون عليه هنا رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي وصل يبدو أمس أو اليوم إلى الكيان الصهيوني هذا الذي خرج بمجموعة من الفضائح وما زال هناك تحقيقات ضده راح هناك أيضا يقدم الولاء لإسرائيل التي تقتل الأطفال بالآلاف شاف المدنيين الإسرائيليين الذين قتلهم الفلسطينيين ولكنه لم يرى أكثر من عشرة آلاف مدني قتلوا لحد اليوم اليوم ظهرا تجاوز عدد قتل المدنيين عشرة آلاف هذا لتم إحصائهم وهناك أكثر من ألفين تحت الأنقاض والقائمة مفتوحة فالمجازر تحدث وأنا أحدثكم الآن كما تحدث بعد أن أنتهي من هنا أو قبل أن أدخل معكم مستمر المجازر راحوا يتهاطلون هناك من رئيس الحكومة البريطانية إلى رئيس الفرنسي إلى الألماني إلى البلجيكي إلى المنيش عارف من كلهم راحوا يقدمون الولاء نتنياهو رفض حتى أن يقبل رئيس الوزراء البريطاني أخبرني أحد الأفاظ قال لي لأنهم في عقيدتهم يرون أن الهنود لا يستحقون ذلك وبالحقيقة بكلام آخر بغض النظر إذا كان هذا صحيح أم لا لكن أكيد أن تلك الهرولة من قادة الغرب قد أعطت أو ظن الكيان السهيوني أن أعطته والحقيقة أن بايدن أعطاه أن يقتل بلا حدود في واحدة من أبشع ليس فقط الفضاعات ولكن لاختراق القانون الدولي والشراع الدولية والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وقت الحرب لم يقف الكيان السهيوني عند ولا مادة واحدة وهناك آلاف المواد في عشرات المعاهدات الدولية سواء ما تعلق باتفاقيات لاهاي أو اتفاقيات جوناب أو اتفاقيات باريز أو هناك عشرات الاتفاقيات لم يقف عند واحدة منها وهاه يخترق القانون الدولي أمام العالم أجمع وعندما تكلم الأمين العام للأمم المتحدة قبل أسبوعين من أن 7 أكتوبر لم تأتي من فراغ وإن من هجوم الفلسطينيين لم يأتي من فراغ وإن كان أدانه فإن القيامة قامت عليه لكنه عاد اليوم ما يبدو أنه تم تخويفه لكنه مع ذلك تحدث عن غزة التي أصبحت مقبر الأطفال مثله مثل عشرات المنظمات الأممية الأخرى ومئات من المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تتحدث عن فضاعات غير مسبوقة في العصر الحديث هذا هو الواقع لكن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه بشكل قلة له نظير فترا فتراهم أحياناً يخرجون نصف أحياء يعني تجدوا جسد مصاب وعلى أبواب ربما حتى أن يموت ويقول لن نغادر أرضنا لقد قتلوا كل أبنائي وقتلوا زوجتي ولكننا لن نغادر أرضنا لقد قتلوا أسرتي ولكن لن نغادر أرضنا هذا التمسك العجيب لأنهم أصحاب الأرض بينما تظهر بعض المعلومات كيف يهرب وقد غادر الكيال الإسرائيلي عشرات الألاف من الإسرائيليين غادروه إلى أوطانهم الحقيقية في حين أن الفلسطينيين هناك بضعة مئات من الفلسطينيين الذين كانوا في مصر يريدون الدخول حتى وغزة تحت القصف عجبا لهؤلاء القوم في حين يريد الخروج منها أو الخروج من الكيال الإسرائيلي بالرغم أنه لا يصاب إلا بأقل من واحد في المئة مما تصاب بغزة واحد في الألف أو واحد في المئة ألف حتى شعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يستطيع أحداً أن يخرجه من هذه الأرض وهم تعلموا أنهم إذا ما خرجوا وتركوا أرضهم مرة فلن يعودوا إليها يوجد اليوم في الشتات الفلسطيني أكثر من سبعة ملايين فلسطيني بعض المساطر تتحدث عن عشرة ملايين إذا أضفوا لهم المتواجدين في الأردن ولبنان وغيرهم كان يوماً مؤلماً وكانت ليلة خاصة البارحة مؤلمة وهذه الليلة أيضاً مؤلمة ولكن ما دام المقاوم يقاوم فهو منتصر وحتى إن مات المقاوم فهو منتصر المهم للمقاوم كيفما كان مقاوم سلمي أو مقاوم غير سلمي ألا يستسلم لأن عندما يكون الاحتلال خارجي فحتى القوانين الدولية والشرائع الدولية تعطي الحق للذي هو تحت الاحتلال أن يقاوم بكل الطرق ما دام الإنسان يقاوم يقاوم الطغيان يقاوم الظلم يقاوم الاحتلال يقاوم الإجرام فهو حي حتى وإن مات لأنه حتى وإن مات لم ينهزم إنما ظل يقاوم الانهزام الوحيد هو الاستسلام وأكبر من الانهزام هو الخيانة هذا هو الذي يخشه الناس وهنا نرى بعض الأقوام في الموضوع الجزائري كيف بدأوا على أساس أنهم مقاومين وهاهم قد تحولوا ليس فقط أنهم استسلموا للمخابرات الإرهابية إنما أصبحوا عملاء ومرتزقة لها وعلى على على الملأ فاليوم في محاكمة الأحرار مصطفى قيرة وطهر بوتاش وآخرين كثيرين في الضار البيضاء ظهر أحدهم على الملأ وقد طلق صراح على الملأ أصلاً لم يكن معتقلاً حتى يطلق صراحه على الملأ هذا هو اللي يلازم الناس تخاف منه أنك تنتهي خائناً أمام العالم أجمع إنها أكبر فضيحة يتعرض لها إنسان هو أنه ليس فقط خائناً إنما يصبح على مرأة ومسمع ويفتخر بتلك الخيانات هذه هي اللي ربما يجب أن ندعو الله دائماً أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ثبات على الحق ليس سهل ثبات على الحق أكثر ممن يمشي على الجمر وعلى المسمير أكثر ممن يمشي على ذلك تثبات على الحق هو كل شيء وندعو الله أن يثبتنا دائماً على الحق وأن لا نموت إلا على الحق وأن لا نحيا إلا على الحق وللدفاع على المستضعفين أينما كانوا بضاوية الحال تابعتم ولعل لخصتي لحد كبير مجريات الجرائم الكبرى التي تحدث هناك هناك في فلسطين فلسطين التي أخذ منها أعطت بريطانيا والأمم المتحدة والدول الكبرى نصفها لإسرائيل لما أصبح يسمى بإسرائيل ومع ذلك فإنما يسمى بإسرائيل لم تقبل بالنصف إنما راحت وقضمت أربع آخر لتصبح لديها 78% من الأرض ومع ذلك ورغم قبول الفلسطينيين بعد أن خانتهم الأنظمة العربية بأن يقبلوا بـ 22% من الأرض ما بعد 67 ما يسمى بعد 67 أو الأراضي حتى الرابع جوان 67 فإن مع ذلك فإن هذا الكيان الصهيوني وفي تحدي للعالم لأن العالم أجمع لا يسمح ولا يقبل باحتلاله للظفة الغربية وقت غزة فإنه قضم من الظفة الغربية جزء آخر ومستوطناته بالمئات جعلت حياة الفلسطينيين في الظفة الغربية جحيماً كما هي جحيم في غزة المحاصرة منذ 16 عام إذن من بين أهم التطورات ربما دعونا نرى بعض التفصيلات فيما ذكرت ورح نتحدث فيها على الموقف الأمريكي الموقف الإيراني الموقف التركي الموقف الصيني والروسي أيضاً آخر تطورات المواقف هذه وبطبيعة الحال موقف الحرب وما يجري هناك وأيضاً مواقف أخرى سأتحدث لكم في ما هو قادم إن شاء الله من بين الأشياء اللي ربما نبدأ بها هو ما نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب أن تكون هناك حماية المدنيين وهذا شيء ذو أهمية قصوى وقال أنه يشعر بقلق بالغ لانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها وقال أن الكارثة تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحاً مع مرور كل ساعة وقال أيضاً أن معبر رفح وحده لا يملك القدر على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب وقال نحن بحاجة إلى دخول مزيدنا الغذاء والمياه والأدوية وبالطبع الوقود إلى غزة علينا أن لا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة ونع تسعة وثمانين من زملاء بالأنروا الذين قتلوا في غزة كما قال أنه يشهد بالفعل دوام التصعيد من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن ويجب أن يتوقف هذا التصعيد هذه كانت أهم ما قاله إضافة إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال الحقيقة أن الأمين العام هذا برغم من ضعف الموقف إلا أنه يعتبر متقدما إلى حد ما على كثير من المنظمات الأخرى الدولية على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي أو حتى ما يسمى بمنظمة العالم الإسلامي أو مش عارف شو ما يسموها الآن أو الجامعة اللي تسموها الجامعة العربية ويقولها عبرية وعبرية وما تستهلهاش وكثير من المنظمات الأخرى وعلى ذكر الجامعة العربية والعالم الإسلامي فقد قال ابن سلمان المجرم ابن سلمان أبو منشار قاتل جمال خاشقجي بالمنشار رهيب والذي يسجن اليوم آلاف آلاف من خيار أهل البلاد علماء دين ودنيا نساء ورجال ليبراليين وإسلاميين ووطنيين وسميهم ما شئت كل من يرفع صوت واحد أحيانا كلمة في تويتر أحيانا تعليق في تويتر أحيانا لايك في الفيسبوك أو في تويتر يؤدي به إلى عذاب نقرة وإلى سجون مدمرة سجون بن سلمان بن سلمان هذا الذي أصبح الذي يتحكم في العالم العربي والإسلامي دعا إلى قمة عربية يوم 11 نوفمبر القادم ستكون مسخرة من المساخر الأخرى لأن الحقيقة الذين سيستمعون في جدة أو في الرياض أكثريتهم يتمنون هزيمة غزة أكثريتهم يتمنون تدمير أي مقاومة فهم أصلا يقومون بتدمير أي مقاومة في أوطانهم في الأوطان التي يحكمونها قهرا وقصرا وعذابا إنما خوفهم من الشعوب إلى حد ما بعض الدول تخاف من الشعوب سيلتقون هناك ستخرج قرارات لا معنى لها والكيان الإسرائيلي سيسمع بها قبل حتى أن يراها بعض الرؤساء العرب وأمريكا ستذهب إليها ما سينشر وما البيان الختامي قبل أن يراه حتى الذين سيجتمعون في جدة وأكثرهم طغات وبغات وقسات ومجرمين الذين سيجتمعون في جدة باسم أنهم حكومات الجامعة العربية أما الذين سيجتمعون في يوم بعدهم في جدة أيضا على ما يبدو في ما يسمى بمؤتمر الإسلامي فأكثريتهم لا يقلون بشاعة على الأنظمة التي تسمى عربية اللهم إلا على استثناءات قليلة قد تجد الأندونيسي أو الماليزي أو التركي أو الإيراني وربما ثلاثة واربعة هنا وهناك اللي سيقولون كلام لكنه في النهاية كلام لأن حتى التركي كلامه لحد الآن كلام إلى درجة أن اليوم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وكانه فيه تهديد مبطن لتركيا قال أن قواتنا الجوية هي الأقوى في الشرق الأوسط وتستطيع أن تضرب أي إن كان في الشرق الأوسط لست أدري إذا كان هذا تهديد لتركيا التي بدأت قليلا وزير خارجيتها في دان في لقاءه ببلينكين اليوم كان لقاءا باردا جدا كان لقاءا باردا جدا مكالمة مالو مالو عفوا قدتني مكالمة مستعجلة شوية قلت كان لقاءا باردا جدا ومع ذلك فإن الموقف التركي ما زال موقفا ضعيفا صحيح يتحسن قليلا لكنه موقفا ضعيفا موقف الإيراني أيضا الذي عبر عنه وزير الخارجية اليوم وقال من أن أمريكا أبلغتنا من أنها ستوقف وأنها ستسعى إلى هدى وإلى وقف الحرب إنما تساند الإبادة الجماعية مع ذلك كذبت الخارجية الأمريكية اليوم هذا القول وقالوا أنهم لم يقولوا شيئا للإيرانيين ولم يرسلوا لهم رسائل لا نعرف هنا من يكذب لكن عموما كل هذه الدول ليست كل هذه الدول ليست ولم تقم لحد الآن حتى الذي كانت أصواتهم عالية جدا مثل إيران وما زالت لم يقوموا بشيء تشعر مع الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لهذه الحرب الممور الرئيسي لهذه الحرب حتى لا أقول المخطط الرئيسي لهذه الحرب لأنها أرسلت جنرالات هناك وأرسلت قيادات ومستشارين حتى تشعر من أن الموضوع قد يصبح خطيرا وخطيرا جدا أرسلت جنرات هناك في موقف آخر أيضا جنوب إفريقيا تستدعي دبلوماسيها من إسرائيل ويقولون أنهم يقيمون علاقاتهم معها بمعنى أنهم يهددون بقطع العلاقات مع إسرائيل موقف جنوب إفريقيا تخيلوا أن موقف جنوب إفريقيا مليون مرة أحسن من الموقف المغربي من موقف النظام المغربي ومن موقف النظام المصري الأبشع في الحقيقة ومن موقف النظام الأردني ومن موقف النظام الإماراتي بطبيعة الحال الأشد بشاعة موقف هذا الموقف هذا هو موقف مخجل لهذه البلدان بحيث يتجاوزهم الجنوب الإفريقي ويتجاوزهم حتى الجيبوتي حتى جيبوتي الصغيرة كان لها موقف أفضل في الحقيقة إذن جنوب إفريقيا تقول تصريحات وزير خارجية جنوب إفريقيا يستدعي دبلوماسيين الإسرائيل لتقييم علاقاتنا معها نشعر بقلق بال غزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية طبيعة الرد من جانب إسرائيل أصبحت بمثابة عقاب جماعي وندعو إلى وقف شامل لإطلاق النار الشعوب ترى شعوبنا ترى شعوب العالم كلها غاضبة أكثرها على الأقل والحقيقة أنه تحدث نوع من الانتفاضة العالمية حول هذه القضية ولكن شعوبنا أكثر ترى ومتألمة جدا لهذا الموقف عند الحكام موقف غير مسبوق غير مسبوق يعني حتى من قبل كانوا يجدون بعض الماكياج هكذا يديروها مع ذلك حتى هذاك انتهى نعم فيه تصريح هنا وهناك في حديث على أمس الملك الأردني يكتب في مواقع تواصل الاجتماعي أن طائراتنا ولأول مرة طائرات الملكية العسكرية تدخل غزة وتوزع مساعدات وظهر أنها كلام كاذب كلام فارغ أنا شخصيا لما شفتها قلت هذا ربما دورتها بطولة طوهولو الإسرائيليين والأمريكيين لكن طبعا أنها حتى هذا ليس صحيح يعني أن العالم يستطيع أن يكتشف هذه الأكاذيب بسهولة لكن ربما يعتقدون أنهم يمكنهم مخادعة البعض يمكنهم مخادعة البعض طائرات الملكة وغفو أنظم الأشخاص ثم الزواج آج كيف أمضب الصين التي Corinth صين بدأ تساعد اللهجة فمنذوبها في الأمم المتحدة قال بأن الوضع بغزة خطير جدا ولا نريد النار امتداد للصراع لكن في الواقع هذا ما يحدث دعونا لمشاورات مغلقة للمجلس للاستماع إلى إحاطات من المنسق الأمم الخاص ووكيل أمين العام نأمل أن يتبنى عضاء المجلس نهجا أكثر للحاحن بإرسال رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الصينيين يستغلون الموقف ويبدون موقف معقول إلى حد ما لكنه موقف ضعيف أيضا كان يمكن للصين أن يكون موقفها أقوى كان ممكن للصين أن يكون موقفها أقوى لكنها لم تفعل لا أعرف هل هذا اتفاق خاص سري بينهم بين الأمريكان بحيث الأمريكان يتنازلونهم في بعض القضايا يتنازلونهم في بعض القضايا أو يوقفون الضغط عليهم وفي نفس الوقت الصين لا تبدي موقفا معارضا قويا لأن الصين كانت قادرة تبدي موقف معارض الصين هي اليوم أكبر ثاني قوة في العالم عسكريا واقتصاديا ومن كافة نواحي سنرى إذا كان هذا الموقف سيتطور وإن كان بعد الملاحظة صراحة على هذا الموقف الصيني بدأت أشعر أنه ربما كان هناك اتفاقا ربما كان هناك اتفاقا خفيا يطلب من الصين أن لا تتدخل في هذا الموضوع إلا في حدود ضيقة جدا مقابل تنازلات أمريكية لها خاصة في بحر الصين وربما حتى في ملف طايوان في ملف طايوان في بعض النقاط في ملف طايوان ليس في الملف ككل سنرى هذا الموقف الموقف الروسي أكثر عفوا أنا فقط تعامل مع قضية شوية مستعجلة في نفس الوقت سامحوني الموقف الروسي أكثر أكثر بهاء في الحقيقة فوجدنا مثلا بوتين علينا نوري لكم واحد الموقف لبوتين لبعض منكم ما شافوهش هو هذا الموقف موقف الروسي أكثر 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 لكي أفعل لأنه كما قلت في موقف الروسي أكثر عندما ترى أكثر 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 ويقف الروسي أكثر ويقف الروسي أكثر ويقف الروسي أكثر يجب أن رأيكسي لبعا نوري وكان طبعا هذا كله مرتب هذه الأمور لا تجيش بهذه الطريقة رؤساء الدول يرتبون لهم الأمور خاصة في هذه الدول بوتين قال في هذا المقطع قال بأنه لا يستطيع يعني ليس هناك بشر يرى ما يحدث في غزة لأطفال غزة ولا يبكي ولا يحزن ولا يغضب طبعا لما يعرفوش بوتين يرون أن هذا موقف رائع وطبعا بوتين أيضا لإعلام انتا بوتين يقول لك أن أنهم يتهموننا بقتل المدنيين مع ذلك فإنه بعد عشرين شهر يتهمونهم بمقتل حوالي ستمائة طفل يقولهم في الإعلام الروسي هذا يقوله بعض المسؤولين الروس يقولهم في شهر قتلوا عشرة ألاف مدني منهم أكثر من أربعة ألاف طفل أي أنه أضعاف ما قتلناه نحن إذا صدقت الرواية الأمريكية والغربية والأوكرانية طبعا هو مستفيد وهذه حقيقة هذه المقارنة حفقية أنه ما قتله الروس من المدنيين الأوكران حتى بالأرقام الأوكرانية والغربية إذا صدقناها كتماما هو أقل عقل شيء بثمانية أضعاف مما قتلوه الصهاينة في أقل من شهر عشرين شهر أقل ثمانية أضعاف لكن هنا نقطة مهمة لأن بعض الناس خاصة بعض الشباب ربما قد يخدعون ومرات الناس لما يكون عندهم خصم مثلا الآن الناس يعني شعوبنا مشكلتها الأساسية هي إسرائيل والغرب لأن الغرب خاصة الولايات المتحدة تدعم إسرائيل فكأنها تروح إلى تحوس على من مش كون اللي يقدر يقف معهم ولما يسمعوا كلمة هذه من عند بوتين أو من عند الكوري أو من عند الصيني أو يفرحوا يعني الناس لكن بالحقيقة منذ سبتمبر 2015 تاريخ دخول الروس علناً رسمياً إلى سوريا في هذه الثمان سنوات وخاصة في الثلاث سنوات الأولى لكن في هذه الثمان سنوات قتل الروس أو سمحوا بقتل أكثر من مئة ألف طفل سوري إما قتلوا مباشرة أو سهلوا قتلهم قام به النظام السوري أو أنصاروا من الميليشيات ومن الإيرانيين ومن غيرهم أكثر من مئة ألف طفل سوري منذ دخول الروس إلى سوريا لذلك على الناس اللي ينخدعون إذا كان الآن ركتشوف الألم ورح متألم جداً لا تنخدع بطغات آخرين وقتل آخرين ومجرمين آخرين يظهرون وكأنهم حمل وديع ملائكة لأن بوتين قاتل الأطفال في سوريا وما زال يقتل ما زال كل يوم كإنما بين ثلاثة أربعة خمسة مدنين يقتلون في سوريا أقل شيء هذا بالقصف الروسي لا تتكلم على المجموعات الأخرى لكن هو بوتين طبعاً والدعاية الروسية مشهورة في هذه الأمور يختنم في الأمور ويذهب إلى أقصى حدود مرة واحد من الأفاضل قال لي من فضلك مدام رهي الوضع في غزة ما تزيش تمس في بوتين لأنه هذا هو الخطر هذا هو الخطر وهو أنك تنسى جرائم شخص آخر ارتكب كوارث كبرى وما زال يرتكب ما توقفش فقط لأنك إن واحد جاء دار صدمة للعالم وارتكب هذه الجرائم لا هذا مجرم ودك مجرم أنت مش شرط تجي تخير تقول هذا مليح وهذا مش مليح هذا مجرم أي قاتل الأطفال مجرم هذه القاعدة قاتلوا هنا قاتلوا له قاتل مسلمين قاتل هنود قاتل مسيحيين قاتل إسرائيليين قاتل مريكان قاتل جزائيين أي قاتل أطفال مجرم هذه القاعدة والأصل أي قاتل المدنيين مجرم فما لازمش تنخذع بي وعليكم السلام والله وكأن بوتين قال لك إنه يبكي إن لا أحد يستطيع أن يرى أطفال غزة ولا يبكي حق قاله كاذب وقاله مجرم وأنا قصد أني نجيب هذا النقطة بالذات لأنه بعض الناس ينخدعون بسرعة ينخدعون بسرعة بكل أسف خليشوفوا التوقيت في الموقف في الموقف أيضا كان هذا الموقف لربما أو خلينا نخلوه هذا في الموقف الموقف الأخيرة حتى نمروا على موقف أخرى هذا موقف واحدة يهودية اليوم اعتقلتها السلطات البريطانية وراح تشوفوهم بعد إن شاء الله نوري لكم المقطع في الموقف كان هذا الموقف صحيح أيضا هو أن الاحتلال وما يتعرض له الفلسطينيون هو أمر لا يحتمل وما هو صحيح أيضا أن هناك أشخاص يموتون اليوم وليس لهم أي علاقة بما قامت به حماس فما أردنا حل المشكلة وإذا ما أردنا القيام بذلك ينبغي أن ننظر إلى حقيقة كاملة وينبغي أن نقر بأنه ما من أحد براء أننا جميعنا متواطئ هذا أوباما لمن لا يعرفه غير موقف إلى حد ما غير موقف إلى حد ما ففي البداية كان دائما قويا ورح يدعى محق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبدون تحفظات لكنه غير نفسه ووجه انتقاد لنائب السابق اللي هو اليوم الرئيس بايدن كان نائبا لأوباما مدة ثمان سنوات وقال له عليك أن علينا أن نغضب لكل القتل المدنيين يعني تقريبا جزء مما أقوله هو الآن بطريقة مختلفة بطريقة الحال هذا شيء جيد أن الناس تغير موقفها الالتجاه الصحيح لأن هذه الموقف هي التي تضغط الآن على إدارة بايدن هذا هذا أوباما كان رئيس بايدن لمدة ثمان سنوات ويعرف الإدارة الأمريكية جيدا جدا و طيب أنا متطر أن نتوقف الآن إخواني نشوف إذا استطعت أن فيه واحد جايني على عجل وقال لي أنه لازم أن نلتقيه فنشوف إذا استطعت نعود وإلى مكان نرجع لكم إن شاء الله غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته